بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعينه والصلاة والسلام على عشر حقق يا جماعين سيدنا محمد اتكلمنا على مدار الحلقات اللي فاتت عن البيلز وعرفنا بتتنفذ ازاي وانواحها ان شاء الله هنبدأ نتكلم النهاردة عن الاختبارات اللي بيتم عملها على البيلز طبعا بعد التنفيذ انت ازاي تتأكد ان الخزوق اللي انت عامله ده تم بمية في المية من الصح يعني مش هقول لك ما فيش حاجات بتتم بمية في المية صح بس اتأكد ازاي انه خلاص الخزوق ده تم بشكل سليم واقدر احمل عليه الاحمال بتاع المنشأ بتاعيه اولا هي كلها حاجات تحت سطح الارض فانا الاستشاري بيجي يستلم من الحدادة بتاعت الخزوق قبل ما بيتعمل الحفر الاستشاري بيبقى واقف اثناء حفر الخزوق واثناء تنفيذ الخزوق طيب اتأكد ازاي اعرف ازاي بقى مثلا الخزوق ده والله ممكن يكون دخل جواه طم ممكن يكون حصل فيه اي مشكلة اثناء الصب زي مثلا الخزوق مثلا يتصب على مرتين الخزوق حصل فيه اختناء في النص يعني جزء خرصانة وبعدين جزء طمية او طين وبعدين جزء اعرف الحاجات ده ازاي لان الحاجات ده انا مش شايفها بعناي بتعرف على الحاجات دي عن طريق الاختبارات في الحاجة الخوازي او البايلز بنجر عليها نوعين من الاختبارات الاختبار الاولاني اسمه اختبار الالترسونيك اختبار الالترسونيك ده بعبارة عن موجات بتسري داخل الخزوق بيتم استقبال الموجات دي عن طريق سينسورس او مغسات بيتم ترجمتها بعد كده عن طريق مؤشر عن طريق الكمبيوتر بيدينا رسم بياني من الرسم البياني ده نقدر نجيب منه طول الخزوق نقدر نجيب منه هاي الخزوق حصل له اختناق ولا لا شكل الخزوق الصحيح تمام التقربة التانية اللي بعد كده تقربة التحميل تقربة التحميل دي بعملها عشان اتأكد من حاجتين ان الخزوق حصل عشان ارصد به هبوط الخزوق الخزوق بيحصل فيه هبوط وهل الهبوط ده امن ولا غير امن يعني هي هبوط امن وهبوط غير امن اولا الهبوط الامن بيبقى بيبقى مسموح به وعرفك الحدود المسموح بيها في الستلمنت او الهبوط قد ايه تانية حاجة ان الخوازيق كلها ما عنديش مشكلة ان الخوازيق كلها يعني انت عندك اعدائي تحتها مثلا اربع خوازيق لو خزوقين هبطوا والخزوقين التانية ما هبطوش ده كده غير امن ده كده فيه مشكلة اللي ما فيش مشكلة ان الاربع خوازيق يهبطوا بنفس المقدار الاربع خوازيق يهبطوا بنفس المقدار فبالتالي الاعداء بتهبط معهم بنفس المقدار اللي هو السنتي او نص سنتي فما عنديش مشاكل في دي تعاني نبدأ كده مع بعضينا ونتكلم تعاني نشوف اول حاجة عندنا الاختبارات اللي بيتم عملها التأكد من جود التنفيذ الخوازيق اولا اختبار الموجات فوق الصوتية الالتراسونيك واختبار التحميل ده صورة اختبار التحميل اهي اللي على اليمين وده صورة جهاز اللابتوب اللي بوصل فيه السنسور كابل بتاع التغرب تعالوا نتكلم كده بقولك بعد الانتهاء من حفر الخوازيق نأتي لمرحلة اجراء التغرب عليها لتأكد من صحة تنفيذ الخوازيق وهذه التغرب نوعان اولا تغربة الالتراسونيك وتتم على 25% من عدد الخوازيق بالموقع يعني انت لو عامل 100 خزوق بتعمل الاختبار ده على 25 خزوق على الاقل طيب هعملهم على اي 25 خزوق يعني اختار 25 خزوق تلقائك كده وقوم عامل التغرب عليهم لا عشان كده في الاول لو تفتكر انا كنت بقولك اثناء تنفيذ الخوازيق بمعاك نوتس بمعاك ورقة تكتب نوتس بتاعتك والله الخزوق ده المفروض بياخد 3 متر مقعب خرصانة خاد 2 بس او خاد 2 ونص او خاد 3 متر والله الخزوق ده الخرصانة العربية الخرصانة اتأخرت فيه شوية فصبناها على مرتين صبت متر ونص وبعدان العربية خلصت فصبت متر ونص التنمنا العربية التانية تكتب اي ملاحظات بتتم على الخزوق والله الخزوق ده انا لاحظت وانا بصبه ان البريمة مالت سنة باكتب اي ملاحظات الملاحظات ده بتفيدني بعد كده وانا بعمل الاختبارات طبعا الاستشاري عليه دور كبير جدا في الموضوع ده لو انت وانت استشاري لازم ان تكتب الملاحظات دي مزبوط جدا ما تغفلش ثانية عن ارض الموقع اثناء التنفيذ ده بالنسبة لتقربة الترسونيك بتتم على ربع عدد الخوازي تقربة التحميل وتتم بمعدل تقربة واحدة لكل 100 خزوق تقربة واحدة لكل 100 خزوق اي لو كان عندك من موقع 500 خزوق يتم اقراء خمس تقارب عليها وبرضو مش اي خزوق بعمل عليها الاختبار تقربة التحميل من التقارب المكلفة جدا فمش اي خزوق لا الخوازي اللي هي فيها مشاكل كتير اوي فيها مشاكل كتير اوي وغالبا تقربة التحميل بتتم بعد انهاء اختبارات الموقعات فوق صوتية طلع عنده والله خزوق اثناء وانا بنفذ كتبت الملاحظات بتحتي انه الخزوق ده في مشاكل عملت علي اختبارا من موقعات فوق صوتية طلع والله ان الخزوق ده فعلا فيه مشاكل وبروح اعمل بقى عليه اختبار التحميل اختبار التحميل ده بيدين الستلمنت وبيديني كل حاجة عن الخزوق زي ما هنشوف مع بعضينا تعال نبدأ مع بعضينا نشوف تقربة الموقعات الفوق صوتية او الالترسوني ولك هي للتأكد من شكل الخزوق من شكل الخرصانة بالخزوق المصبوط وطول الخزوق ومدى وجود اختناق او مفصال لخرصانة الخزوق نتيجة دخول الطمية او الطربة اثناء صبه وبتتم على الخوازيء المشكوك فيها نفس الكلام اللي قلت لك بزراب لوجود مشاكل اثناء التنفيذ مثل ميل الخزوق اثناء صبه او ان كمية الخرصانة المستهلة كالخزوق اكبر او اقل اكبر او اقل زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت لو كمية الخرصانة اكبر يبقى الخزوق ده حصل فين هيار في الطربة فالخرصانة هربت منك داخل داخل الحفرة بتاعت تب لو اقل يبقى يبقى الخزوق ده فيه مشكلة يبقى الخزوق ده حصل فيه ان 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 الخزوق حصل لاختناق حصل العكس يبقى الطربة داخلت داخل الخزوق بتاع طيب اه لوجود مشكلة اثناء التنفيذ من الخزوق اثناء صبه او اعنى كمية الخرصانة المستهلة كالخزوق اكبر او اقل من المفروض او تم صب الخزوق على مرحلتين نتيجة تأخر سيارات الخرصانة وهكذا والجهاز المستقدم عبارة عن جهاز كمبيوتر لابتوب اه متصل به سنزور او مجاس بالاضافة لوجود مطرقة منفصلة تستعمل للطرقة على اعلى الخزوق كما بالصورة المرفقة هنشوف دلوقتي مع بعضين فعن طريق فعن طريق الطرقة على قمة الخزوق بالمطرقة هو وجود المجاس ملاصق خرصانة الخزوق تسري موجة الالتراسونيك خلال الخزوق ليتم رسم منحنى رسم بياني زي مقلت لك بالضبط يتم ترجمته لبيانات لكل خزوق وعن طريق هذه التغربة يتم تحديد الخوازيق المشكوك فيها لعمل تغربة تحميل عليها نفس الكلام اللي قلت لك بالضبط ان احنا بنعمل ايه ادي الصور اللي عندنا ده كمبيوتر اهو كمبيوتر بأصل فيه كابل الكابل ده ده هنا كابل اهو وهنا المجاس اهو ده بيوصل كده في اخر سلك اللي هو السنسور بعمل ايه بجهز بشغل البرنامج بتاعي اه بقوم احط السنسور على الخزو اهو وبقوم بالمطرق العادية دي مطرق عادية خالص اخبط على الخزو بخبط على الخزو الخزو بيطلح فيه صوت الصوت ده اه الخبطة دي بتعمل موجات الموجات دي بيتم استقبالها عن طريق السنسور السنسور ده اللي هو المجاس بيتم يصلها للكمبيوتر وبيعمل رسم بياني الرسم البياني ده يتم ترجمته لبعض البيانات انت عندك الرسم البياني كده لينيار كده لو فيه اطعف النص طبعا احنا عارفين ان الخرصانة ومن المعلومات اللي عايز اقول لك عليها اثناء الخبط وما تقبط على الخزوق وتحطوا السنسور حطوا في قلب الخزوق يكون مكان مفيش حديد كتير يكون مكان مفيش حديد كتير يكون مكان خرصانة زي ما انتم عارفين الخرصانة مادة صلبة بتنقل الصوت وبتنقل الموجات الطمي طبعا ما بينقايش عشان كده احنا لما بنلاقي مثلا الخزوق واقف كده جزء منه طمي يعني حصل فيه اختناء فيه جزء منه طمي هتلاقي الرسم البيان بتاعك طالع جزء منه مقطوح هتلاقي الرسم البيان بتاعك جزء منه مقطوح مش لنيار ثابت كده لأ فيه جزء مقطوح ده معناها ايه معناها ان الموجات الصوتية جات في المنطقة دي ومعرفتش تعدي لان الطمي مش بينقل الموجات او مش موصل جيد طيب الحاجة التانية هو بيديك شكل الخزو عن طريق برضو الموجات الصوتية كل مكان الخزو لنيار طبعا احنا بنقرر التجرب على الخزو الواحد كذا مرة بنغبط كذا خبط بنعمل كذا رسم بياني الحاجة التالتة اللي هي بتحديد طول الخزو طول الخزو ده بيتم معرفته ازاي انت عندك الموجات فوق الصوتية دي ليها سرعة معينة السرعة بتسوي ايه مسافة على زمن طيب انا دلوقت خبط الخط على الخزو الموجات جرت جوه الخزو وارتدت تاني في زمن قد ايه في زمن وليا مسلا ثلاث ثواني التلاث ثواني ده تقسمه مع الاثنين عشان زمن الزهاب وزمن الاياب اقسم مع الاثنين عشان تجيب زمن واحد وانت كده عندك زمن وعندك سرعة الموجات ده برقم محفوظ بتختلف من جهاز لجهاز يبقى انت عندك ال V يساوي L على T يبقى انت عندك T وعندك V يبقى نقص L تقدر من خلال المعادلة دي تجيب طول الخزوق اللي انت عملت عليه التجربة بتاعتك طبعا ده انت الحسابات ده ما بتتم بطريقة يدوية كده الحسابات ده بتتم كلها بطريقة البرنامج نفسه بيحسب وبيطلع لك معلومات كاملة ورسم بياني كامل عن الخزوق المراد اجراء التجربة عليه ان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم عن اختبار التحميل شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته